النهاردة وزاي ما عودناكم كل أسبوع بيكون معانا قضية اجتماعية مشكلة نفسية بنا اقشها مع بعض وبناخد فيها أراء متخصصين دايما معانا في كل حلقة بيقولونا حلول بيقولونا أفكار بيقولونا كمان إزاي نتصرف في الموقف ده صح موضوعنا النهاردة هو البخل بس مش البخل المادي مش بخل الفلوس موضوعنا النهاردة هو البخل العاطفي البخل البخيل في العاطفة والبخيل في العاطفة ده قد ايه بيوجع قد ايه بيدايق الطرف اللي معاه قد ايه بيبقى فيه طرف حزين ومجروح وموجوع طول الوقت بسبب كلمة حلوة عايز اسمعها سواء ست أو راجل بنشوف رجالة كتير اليومين دول بيشتكوا من قلة المشاعر عند الستات ودي حاجة غريبة الست اللي معروفة بالحنان والعطاء والدلع وآه آه فيه فيه رجالة كتير بتشتكي دلوقتي بيقولونا كان امراتي بقيت بردة امراتي بحسها جحدة بعملها حاجات كتير قوي حلوة لسه مغير لها البيت لسه موديها معرفش ايه لسه مصفرها فين لسه في عدميلادها واجي قعد كده لقيها أولا في دمخة فإيه اللي وصلك ان انت تبقي بخيلة عاطفيا كده معاني الستات معروفة بالمشاعر والعواطف لكن نلاقي الشكوى الأكبر من الستات ان انا جوزي بخيل او لقى بخيل ازاي ده لسه جايبلك معرفش الفستان ايه وكنت لسه في المناسبة ايه وورا على الفيسبوك وكابة جوزي جايبلي الهدية ايه الموضوع ما انا شايفة الصور تقولي لا مش بخيل فلوس ايمان انا جوزي بخيل في العواطف بيجيبلي حاجات بيممكن يجيبلي الدنيا كلها بس ما بيقوليش كلمة حالوة وتلاقي بقى لما اتدعبس بقى كده اتدعبس كده وننقش في الموضوع بتاع البخل العاطفي ده نلاقي ونتصدم نلاقي ان البخيل في المشاعر ده واللي ما بيتكلمش واللي ما بيديش هنلاقيه اصلا بخيل في الفلوس يعني نادرا لما تلاقي حد بيصرف قوي ومبعزة قوي وتلاقيه بخيل في المشاعر استحالة لان اللي بيصرف ده وكريم بطبعه في الفلوس هتلاقيه كريم في المشاعر لأن الكرم ما بيتجزقش أنا ببقى كريمة كريمة في كل حاجة مش معقول هبقى بصرف وبدلع الناس اللي حواليهم مش هقولها كلمة حلوة استحال طب البخل العاطفي ده هل بيؤدي للانفصال؟ آه البخل العاطفي ده بيخلي فيه طلاق وبيخلي فيه انفصال عاطفي يعني فجأة بفضل أدي 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 لحد ما بيديش خالص طب خلاص فتلاقي فيه بقى فجأة تلاح الخرص الزوجي اللي يمكن أول ما بنتكلم يقولك يعني إيه خالص زوجي؟ آه بنلاقي بقى بنلاقي إن هي قاعدة سكتة وهو قاعدة سكتة هي مسكة الموبايل وهو مسكة الموبايل هي مع صحابها وهو مع صحابه بنلاقي كده فيه بعد غريب مريب في البيوت المصرية دلوقتي ليه؟ وهي في حالها وهو في حاله هي مع صحابها وهو مع صحابه هي في دنيا وهو في دنيا تيجي بقى عشان تسمع نسمع بس هو أنتوا ليه بتعملوا كده في بعض؟ بتقولك إيه؟ أنا غلوبت ده أنا حيلة هد معاه ده أنا لساني ورم من كتر ما بقوله أنا محتاجة حنان محتاجة تحتويني محتاجة تسمعني محتاجة 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 يا إيمان أنا زهقت وطفشت من كتر ما بتكلم لما جاي أجول أو أي طب ما تقولي له فاهميه كده بالراحة خديه كده بالدلع قولي يا حبيبي ما أنا برضه ببقى محتاجها السبعة منه كذا قالت لي بقى لي سنين وسنين بتكلم في الموضوع ده طب وانت زي بنتي عايشة كده هيت طب أعمل إيه بحبه وده بيتي وده ولادي ومقدرش آخر ببيتي طيب احنا النهار ده بقى بنتكلم عشان البيت يبقى حاله احنا مش جايين نتكلم عشان ننفصل بالعكس أنا جاية أصلح العيوب اللي جوه البيت ده عشان البيت يبقى سعيد ومريح وآمن فهيكون معانا الدكتور عمر ودكتور متخصص دكتور عمر سليمان استشارة طب النفسي عشان ناخد معلومة صح من دكتور نفسي كبير هل البخل العاطفي ده بيتعالج لو أنا جوزي بخيل عاطفيا هل هعرف أعالجه يعني ممكن يتعالج عن الدكتور نفسي طب هل أنا هعرف من الدكتور النفسي إيه الحاجات اللي أنا كست أعملها عشان أتعامل مع جوزي البخيل العاطفي ده يعني عشان أحل المشكلة عشان أبحبه فأنا عايز أقرب أقرب وجهات النظر أقرب المسافات فهاخد معلومة صح من الدكتور نفسي متخصص هعرف أنا كست هتعامل إزاي مع جوزي البخيل عاطفيا وإنت كمان كراجل إزاي تتعامل مع عمراتك اللي ما بتقولش كلام حلو البخيلة فعلا عاطفيا هل هنعرف من أقرب وجهات النظر ولا الموضوع ده جينات ورصية وتربية من النشأة وما فيش حل فيه ولا فيه فايدة النهار ده هنشوف فيه فايدة نكمل ونعمل إيه ولا ما فيش فايدة قبل ما نروح للدكتور هيكون معنا في الستوديو هنطلع بقى زي ما احنا كل حلقة كده عودناكم نحن نبقى حارسين نحن نقدم الحاجات الإيجابية الموجودة في حياتنا سواء كانت الحاجات دي فكرة جديدة ملهمة أو شخصية إيجابية لها هدف وتأثير في الحياة